التغيرات التي طرأت على البيئة وتأثيرات المناخة ما زالت تشكل هاجسا كبيرا عند المختصين والمتابعين لهذا الأمر المتعلق بحياة الإنسان بشكل مباشر وهو ما تمت مناقشته في مؤتمر بيئية شهدته محافظة بابلة بحضور أكاديمية وحكومية يمر العالم بموجة من التغيرات المناخية والعراق ضمن هذه الدول التي تأثرت تأثر كبير بالتغيرات المناخية لذلك ندعو من جميع مواطنين في العراق ومحافظة بابل بالذات إلى المحافظة على البيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء تقليل التصحر المحافظة على المياه كون أنه يمر العالم في أزمة المياه البحث عن بيئة مستدامة وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والبحث عن الحلول لمواجهة التصحر وشح المياه هذه المحاور كانت أهم تناوله المؤتمر في خطوة لتحديد الأسباب وإيجاد الحلول البديلة لمعالجة تلك التغيرات البيئية لغرض تسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالبيئة لأنها مسؤولية كل شخص من عندنا الكم لغرض أن تكون عندنا بيئة مستدامة خضراء للأجيال القادمة لمعالجة هذه المشاكل وهناك جانبين أساسيين هو التخفيف والتكييف حتى نستطيع أن نواجه هذه المشكلة نقلل من استخدام الوقود الحفوري بواسط طاقة متجددة طاقة الشمسية وطاقة الرياح إضافة إلى استثمار المياه وزيادة الزراعة حتى نستطيع أن يستهلاك أكثر نسبة من ثاني أكسيد كاربون ما تتعرض له البيئة العراقية يدق ناقص الخطرة ويكشف عن الحاجة لملاحقة البدائل التقنية وتطورات استخدامها مع التوجه لدعم الأحزمة الخضراء للتقليل من الآثار الكارثية التي يتسبب بها التصحر والجفاف في خامس بلدان العالم تأثرا بتغيرات المناخ من محافظة باب المحتز العبودي زاكروس تيفي